أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتهم من العلم إلا قليلا يقول الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هذا كلام خالق السماوات والبطر وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وأحد أكبر علماء الفيزياء أنشتاين الذي وصل إلى السرعة المطلقة في الكون السرعة المطلقة في الكون سرعة الضوء 300 ألف كيلو متر في الثانية والكلام الدقيق 299 ألف و 156 هذه السرعة الدقيقة توصل إليها أنشتاين وله كلمة شهيرة قال لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة فكلما تعمقت في العلم اكتشفت ضعفك وجهلك في العلم لذلك لا يتكبر إلا جاهل والعالم يتواضع فيه إلى جانب القلب غدة حجمها بحجم سلامية الأصبع بالضبط هذه الغدة اسمها التايموس لو فتحت كتاب طب قبل عشرون سنة بالضبط تجد حول هذه الغدة ما يليم لا وظيفة لها كتاب طب يدرس في الجامعة يصف غدة لا يزيد حجمها عن سلامية الأصبع إلى جانب القلب كتب حولها أنه لا وظيفة لها السبب لأنها تضمر بعد عام وتتلاشى كليا تضمر وتتلاشى مدام تلاشت كليا والإنسان عاش بصحة تامة من دونه إذن لا وظيفة لها ثم تبين أنها أخطر غدة في جسم الإنسان ولولا هذه الغدة لما كان هذا المجلس ما كان في عمان ما كان في الأردن ما كان في شرق أوزط ما هذه الغدة؟ قال هذه الغدة مدرسة حربية تدخلها الكريات البيضاء وتبقى فيها سنة هذه الكريات البيضاء تتعلم من هو الصديق ومن هو العدو الكورية البيضاء جنح جندي معه سلاح فتاك لكنه جاهل لذلك تسمى الكريات البيضاء قبل دخولها لهذه الغدة الكريات الهمجية فإذا تخرجت صار اسمها الكريات المثقفة أخواننا الكرام شيء لا يصدق هذه الكريات البيضاء تدخل إلى هذه الغدة وتبقى عامين وتتخرج والغدة تضمر وتتلاشي الضمر والتلاشي أوهم العلماء أن هذه الغدة لا وظيفة لها ثم تبين أن هذه الكريات البيضاء فهو الجيش الحقيقي إذا قد جيش حقيقي قد لا تصدقه له قيادة ومعه أسلحة وعنده ذاكرة يعني حينما يواجه جرسوما معينا في عنده بالغدد اللنفاوية معامل تصنيع أسلحة معامل أسلحة يصنع ضد هذا الجرسوم مصر مضاد هذا المصل المضاد يستخدم ويحفظ تركيبه في ذاكرة الغدة لو جاء بعد سبعين سنة لا تأخذ عينه وبتحللها لا لا، السلاح جاهز هذه المناعة تقول أنا أخذ لقاح ضد الكوليرا يعني أنت دخلت كوليرا جلسين كوليرا ضعيفة والأجهزة الدقيقة بالجسم صنعت مصر مضاد وتركيب هذا المصل حفظ في ذاكرة جهاز المناعة فإذا جاءت هذه الجراسين بعد سبعين سنة هذه تركيب المصل المضاد جاهز تخافيك رئيس رأساً، فلان عنده مناعة يعني أن يعطوه جرسوم كوليرا ضعيف تصنع مصر المضاد، وبينتهي الأمر لو يجي بعد مئة مرة جرسوم يدخل المصر المضاد جاهز، يقضي عليه هذه المناعة الشيء الذي لا يصدق أن هذا الجنين فيه ببطن الأم بالرحم الجنين وفيه معه قرص لحمة يسمى عندنا في سوريا باللغة العامية الخلاص ويسمى عند الأتنباء المشيمة هذه المشيمة فيها أعمال العقل لا يصدقها بل عقول البشر مجتمعة عاجزة عن أداء الوظائف التي يقوم بها الغشاء العاقل سماه الأطباء الغشاء العاقل ماذا يفعل هذا الغشاء هذا الجنين في دمه ودم أمه وكل دم جمرة ولما نعطي إنسان خطأ دم من جمرة أخرى يموت فورا عندنا في الشام قصة أنه مريض إلى جانب سريعه فيه إطبارة مكتوب بالإطبارة جمرة دم لما تخرج لما تخرج الإطبارة نوسيت جاء مريض آخر كان بحالة إغماء وبحاجة إلى دم توهم الطبيب أن هذه الإطبارة لهذا المريض فتح الإطبارة وأخذ جمرة الدم وعطاها ثلاثمية ملّة مات ثورة إذا أعطينا إنسان دم من جمرة أخرى يمكنك عنده حالة اسماً حلال الدم يموت ثوراً فبذلك هذا العشاء العاقل هذا العشاء العاقل يجتمع في المشين دم الأم مع دم الجنين ودم الأم زمرة ودم الجنين زمرة ولا يختلط الذي يمنع اختلاطهما هذا العشاء قال هذا العشاء العاقل يأخذ من دم الأم السكر يضعه في دم الجنين يأخذ من دم الأم الأكسجين يضعه في دم الجنين يأخذ من دم الأم الأنسلين يضعه في دم الجنين صار في دم الجنين أكسجين سكر أنسلين يحترق السكر بالأكسجين بوساطة الأنسلين حرارة الجنين 37 جاءت هذه الحرارة من الاحتراق هذا الآن عشاء العاقل بنء دقيق كل عوامل المناعة عند الأم يعني جميع الأمراض التي أصيبت بها الأم وشفيت منها وشكلت مناعة عوامل هذه المناعة تنقل إلى الجنين فالجنين محصاً من كل الأمراض التي أصيبت بها أمه أخواننا الكرام فهذا تايموس تجتمع فيه كريات الدم البيضاء الكريات الدم البيضاء جنبي بكل معاني الكلمة معه سلاح فتاك لكنه جاهل لا يعرف من هو الصديق ولا من هو العدو تدخل هذه الكريات وتبقى سنتين في التايموس وفي صورة مكبرة بمجهر ألكتروني نحن المجاهر التقليدية بكبر ثمان مرات فقط أما المجهر الألكتروني بكبر خمسين ألف مرة وضعت هذه الكريات البيضاء تحت المجهر طلع عالم قائم بذلك هذه الكريات البيضاء جنود مع أسلحافة ذاكة لكن إذا دخلت إلى هذا إلى التايموس تتخرج كريات مثقفة تعرف من هو الصديق ومن هو العدو والذي لا يصدق أن كل كرية بيضاء كيف تخرج من المدرسة الحربية يا رطيف تخرج بامتحان تعطى هذه الكرية عنصر عدو فإن لم تقتله ترسب وتقتل عنا بالدنيا إذا واحد جسر ما بيقلوه بيقلوه حي أما هذه إذا كان الكرية رسلت تقتل ثم تعطى عنصر صديق إن قتلته تقتل ترسب وتقتل الآن الخريجون من هذه الكلية كل هؤلاء الخريجين كريات بيضاء مثقفة تعرف من هو الصديق ومن هو العدو أما أنه كيف هالغدة تضمر وبتتلاشى ما عدل وجود قال هذه الأجيال التي تعلمت الوجبة الأولى من خريجي هذه الكلية الحربية بتولوا تعليم الأجيال الصاعدة حتى الموت بس بس سبعين سنة خمسة وستين سبعين بيضعف التعليم مرة طالب سئل عن أستاذه وقال له ما في منهم تفوق مذهل بس ما لل بعد سبعين سنة تدريس بيضعف التعليم شيء طبيعي فهذا الجهاز المناعي الخطير بعد ستين سبعين سنة بيضعف التعليم بتنشأ حالة اسمها خرف مناعي هذه الحالة تظهر بالتهاب المفاصل الرثوي هذا مرض التهاب المفاصل التهاب المفاصل الرثوي سببه ضعف التعليم في الجهاز المناعي والله عز وجل يعني واحدة مضطرة لعملية قلب فالطبيب أحد أخواني طبيب بجرة أحد درجة أولى في سوريا الأول أول قالت له إذا العملية عملتها ممكن موت بعدها قال له طبعا قال له شلون بديموت قال له شلون الناس بموتوا لك بدنا موت كلها يتمنى فالموت حق فالإنسان أحيانا بيكون يعني المرض ما كان مرض موت الشفاء محتملاً إلا مرض الموت الشفاء غير مستحيل أن هذا المرض صار بوابة خروج للإنسان أين بيطلع من الحياة؟ بمرض فإذا كان مرض الموت هذا يتفاقم فكل مرض يميل للشفاء ليس مرض الموت لكن مرض الموت يتفاقم حتى ينتهي بالموت فهذا التايموس غدة صغيرة فيها مدرسة حربية تتعلم الكريات البيضاء من هو الصديق ومن هو العدو ولما يتخرجوا الكريات البيضاء أصبحت كرية مسقفة تعرف من هو الصديق ومن هو العدو هذا الإله العظيم والله أيها الأخوة والله لو أنضيتم كل أعماركم ما نو سبعين سنة ثلاثة وثمانين سنة في دراسة أجلسة الجسم لا ننتهي يعني إذا واحد برأسه في ثلاثمئة ألف شعرة هذا العدد الوسط ثلاثمئة ألف شعرة لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعظمئة وغدة دهمية وغدة صدغية كل شعرة والشيب له دراسة طويلة عميضة شيبتني هود الشيب يأتي من التقدم بالسن لحاقة طبيعية ومن شدة نفسية أحيان الشدة نفسية تحدث الشيب بالإنسان أنا والله أحيان لكم عندي هذا اليمين لو فكرت بجسمك فقط بطعامك، بشرابك يعني واحد ماشي بستان ما صور؟ وجد أفعى ما الذي يحدث؟ قال تنطبع صورة الأفعى على شبكية العين إحساساً إحساساً لكن الشبكية ليس فيها أجهزة تقرأ الصورة أقول أنت تعمل صورة تجي على البيت تحطها مدفم ناشية لها تروح على الطبيب تقول لك في احتشاب أو في كذا بفهم الطبيب من الصورة أشياء كثيرة جداً لذلك الصورة لا تقرأ في شبكية العين تقرأ في الدماغ شوفي بالدماغ في ملفات ملفات مثلاً في ملف الأفعى ملف بالدماغ سمعان قصة من ستك عن أفعى طلعت بالبيت العربي هبسطة شفت أفعى بمعرض للأفاعي موضوعة بقطرميز مع المحلول معين هذه الثانية شفت أفعى ببستان شفتها بمتحف علمي سمعت قصة من ستك القصص والمشاهدات والتحليلات هي كلها بتجتمع بالدماغ بملف الأفاعي والثعابين لما تشوف أفعى هذه الصورة تنتقل للدماغ بالدماغ بالشبكية ما في إدراك إحساس بالدماغ في إدراك بتكتشف بالدماغ أنها أفعى لذلك بتاخد موقف إما أن تقتلها أو أن تهرب منها ونقالوا العلماء أنت في معك قانون دقيق جداً الإدراك فالإنفعال فالسلوح يعني شفت أفعى باللستان أدركت أنها أفعى وسموها قاتل فهذا الإدراك ولد إنفعال الإنفعال ولد حركة هربت أو أفنتم فأنت علاقتك مع المحيط علاقة إدراك وإنفعال وحركة فإذا واحد ناله على كتفك عقرب وبقى هذه وبتسم لك قال لك أنا شاكر جداً لهذه الملاعبة والله يقدرني كافيك عليها بيقول ما فهم شو يتبه لو فهم كان بينط ويشلع خذاكرته ما فهم؟ إذا فهم فكل إنسان بيقرأ آيات النار وما بيتحرك بيته معاصي بيعمله معاصي دخله حرام عادي عادي بس بيتبارك بالقرآن بيعلقه بقطه بيوف مصحف آية الكرسي وبيحق بسيارته مصحف وكل دخله حرام وكل إنفاقه حرام وكل لقاءته الاجتماعية حرام فهذا ما فيه يمشي من الدين لما كتفهم الدين بيرتجف قلبك من معصيه لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت هل تعلم أنت حينما تستقيم على أمر الله؟ من تطيع تطيع خالق السماوات والأرض وهل تعلم ماذا ينتج عن الطاعة؟ شيء لا يصدق ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً يعني إذا كان عقب أحد أعياد المسلمين زلت أخوك وفيه بالبيت أولاد أخوك قال لك ابن أخوك عمه أنا معي مبلغ عظيم كم تقدره؟ أنا بقدره مئة دينار أنا بقدره مئة دينار إذا كان له أعمام وله أخوال هذا أعطى عشرة هذا أعطى عشرة يعني بقدره مئة دينار فكلمة عظيمة طفلت تعني مئة دينار إذا قال أحد المسؤولين اتبار بالبيت تارجون الأمليكي أعددنا لحرب العراق مبلغاً عظيماً أنا بقدره مئتين مليار دينار والحقيقة كلفتها خمسمئة مليار حرب العراق كلفت خمسمئة مليار حرب العراق كلفت خمسمئة مليار وكلفت خمسة آلاف قتلين وأي واحد عميق يقول بضعف العراق فهو عملية البلاجية ما عدوا عدوا ما في داعي يحتلوا بلاد بنفسهم تعرفوا أكثر من في الأرض يعمل عمالها فلذلك أخوانا الكرام البطولة أن تعرف الحقيقة قبل فوات الأوان الحقيقة سوف تعرف يقيماً بعد فوات الأوان حقاً ولكن يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيراً وهلك المسوفون يقول لك أنا فقط انتهي فحص جامعة إن شاء الله بدي أطلب العلم أو بدي أشلق طريق الحق أو بدي أعمله بدي يمضى الفحص وبتجي العطلة وبجي العام الدراسة الثانية لما تسوف عند الله هلكت هلك المسوفون لا تسوف نويت التوبة الآن توب والآن نفذ توبتك أخوانا الكرام فيك جسم أشياء والله لا تصدق فهذا التايموس غدة صغيرة قبل السودانية بالضبط هي مدرسة حربية وأنا كنت في أمريكا قبل عشرين عام تقريباً كنت تهنيك وقت كشف البحث هذا وأريته مترجم أما الآن معروف الآن أما قبل عشرين سنة كان غدة ما لا وظيفة إطلاقة لا وظيفة لها لأنه تضمر وتنتهي كيف الإنسان عايش من دونها؟ لا، هذه مدرسة حربية بتعلم الجيل الأول والجيل الأول بيعلم الأجيال الصعبة وتنتهي مهمتها وتضمر فإذا كان فكرنا بالجسم يعني كفى بجسم الإنسان معلماً بمعرفة الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تتفكرون أفلا تبصر والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارضعنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة شكرا